قعدوا يعدوا لها من يمكن في الشهرين الأخرين من سنة 55 وكان أحمد باقدين جاب كتيبة جاب طلبة في الكليات بالمناسبة يا السلام وجاب طلبة زي رجائي ونيس وزي حجازي وزي جورجي البهجوري دول كانوا النجوم الأوائل فيه ناس كانوا بيشتغلوا في مجلات تانية زي فيه فنان عظيم اسمه حجازي أحمد حجازي وفيه كمان إيهاب ده برضو كان فنان عظيم ورجائي ونيس دول كلهم اللي ابتدوا كلهم شباب حتى لما كانوا عايزين يعملوا المجلة فإحسان راح لولدته قال لها المجلة احنا يعني معناش فلوس قالتوا أنا طلعت المجلة وما كانش مجلة رزيليوسف وكانش تجيبه خمسة جنيه قالتوا انتوا كلكوا طاقة وشباب كان كلهم في العشرينات الله ورئيس التحرير نفسه في العشرينات الله فابتدى بقى وصلاح جاهين طبعا صلاح جاهين كان لسه يعني عنده خمسة عشرين سنة وشهرته الوحيدة كشاعر فكل دول شغالهم أحمد باقي الدين وكان بيدفعهم بطاقة تشافهم ولا شغالهم الاتنين 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 كان عنده كان زي ما حضرتك تعبير مهم الكشافة كان أحمد باقي الدين عنده عين صائبة جدا ولاقته جدا للمواهب يعني كل دولو بهجة عثمان وكتاب بقى جاب كتاب برضو كان في كتاب زي زهد العدوي ده كان أكبرهم سنة وده العمل أول غلاف أول غلاف للمجلة ايه في لصباح الخير لصباح الخير اخترت اللي بمناسبة الغلاف اخترت الغلاف على أساس ايه مشانا ده الفنان بقى ده فيه فنان بس وفقت اه طبعا طبعا يعني الفنان عبد الرحمن الصواف والناشر الدكتور عاطف عبيد هم أصحاب الحقيقة فكرة الغلاف اه ولأن دي الأغلفة الأولى للمجلة بالزبط العشرين عدد بتوعه الأول لأن كمان دول اه أول أغلفة أول عشرين عدد أول عشرين عدد أول أغلفة ولأن المجلة يعني في الفترة الأولية كانت ساخنة وعملت انقلاب فيه لدرجة أن فيه خمس مجلات عربية طلعوا على غرار صباح الخير الانقلاب اللي عملته صباح الخير